بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية للسنة الثالثة ابتداء النموذج السادس والأخير إن شاء الله إذن نبدأ أولا بقراءة النص سروال علي يحب علي عيد الفطر كثيرا لأنه يلبس فيه الثياب الجميل لذلك طلب من والده عندما اقترب العيد أن يشتري له ملابس جديدة أخذه والده إلى المحلات فوجدها مكتظة بالآباء والأطفال اختار علي سروالا جميلا وقميصا له ربطة عنق على شكل فراشة وحذاء وعاد إلى البيت فرحا مسرورا فلما وصل قال لأمه لقد اشترى لي أبي ثيابا جميلة لكن سروالي طويل أرجو أن تقصريه قليلا إذن لدينا البناء الفكر يعني أسئلة حول النص الإجابة موجودة في النص لماذا يحب علي عيد الفطر كثيرا هنا للإجابة عن السؤال أولا أقوم بحذف أولا آدات الاستفهام لماذا ونكتب يحب علي عيد الفطر كثيرا لأنه يلبس فيه الثياب الجميل ثانيا لون الكلمات المتراذفة بنفس اللون لدينا مكتظة سعيدا مملوئة ولدينا مسرورا إذن دائما التلميذ يبدأ بالكلمات السهلة لدينا سعيدا معناها مسرورا جيد لدينا مكتظة أقول مملوئة إذن لدينا ثالثا استخرج من النص هنا كلمة يكره يعني ضد الكلمة عكس الكلمة يكره هنا أقول يحب يكره يحب جيد إذن هذا فيما يخص البناء الفكري إذن لدينا البناء اللغوي استخرج من النص اسما ولدينا فعلا هنا التلميذ يبدأ بقراءة النص من أول كلمة هنا يحدد نوع الكلمة الأولى إذا كانت اسم يقوم بكتابتها إذا كانت فعل يقوم بكتابتها هل يمر ويبحث عن كلمات أخرى ويكمل القراءة لا إذن لدينا يحب علي عيد الفطر لدينا هنا يحب هنا نوع الكلمة اسم أنفعل لدينا اسم أنفعل قال لنا هنا تقبل ألف ولام يعني اسم تقبل التنوين يعني اسم هنا تقبل حرف جر يعني يأتي قبلها حرف جر يعني اسم أقول هنا يحب أو أقول اليحب هنا يحب هنا لم تقبل التنوين لا تقبل التنوين هنا أقول فعل جيد يحب علي هنا لدينا علي اسم إنسان مباشرة لدينا هنا الفعل لدينا يلبس لدينا يحب لدينا يشتري لدينا اختار لدينا وصل عادة هذه كلها أفعال لدينا اسم مثلا لدينا علي لدينا الثياب لدينا المحلات لدينا قميصا لدينا ربطة هنا لدينا عنق فراشة أذيكل وأيضا أسماء إذن لدينا ثانيا قال لنا صن في الكلمات التالية في الجدول لدينا طويل جديدة العيد جميلة قميص ثياب لدينا هنا مذكر مؤنث إذن مذكر يعني أشير إليه باستخدام كلمة هذا جيد مؤنث يعني أشير إليه باستخدام كلمة هذه أقول هذه فتاة هنا هذه دمية هذا ملعب إذن هنا لدينا مذكر هنا طويل مذكر أو مؤنث أقول هذا طويل جيد مذكر جديدة هنا تنتهي بتاء مربوطة مباشرة لدينا مؤنث أو نتأكد أكثر أقول هذه جديدة إذن لدينا مؤنث هذا العيد مذكر هذه جميلة مؤنث هذا قميص لدينا مذكر لدينا ثياب تنتهي بتاء مربوطة لا نتأكد إذا كانت لدينا مذكر أو مؤنث أقول هذا ثياب لا نقول هذه ثياب إذن لدينا هنا مؤنث إذن نمر إلى السؤال الثالث إذن لدينا ثالثا صرف الفعل خرج مع الضمائر أنا نحن أنت أنتن هنا لدينا ماضي إذن هنا أنا أقول أنا خرجت في الماضي هنا الحروف الأولى تبقى كما هي مع ضمير أنا أضفتها فوقها ضم نحن خرجنا نحن خرجنا أنت خرجت جيد أنتن خرجتن إذن لدينا الوضعية الإدماجية أكتب فقرة من ثلاثة أو أربعة هنا أسطور تذكر فيها الأعمال التي قمت بها يوم العيد إذن هنا التلميذ يقوم بكتابة فقرة قدمت لكم سابقا في فيديو موجود في القناة مجموعة من الوضعيات المقترحة في اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية نختار هنا وضعية من بين الوضعيات يقوم التلميذ أولا من خلال هذه الوضعية سيقوم بكتابة فقرة يعني يأخذ فكرة فقط سأقدم الآن لكم الوضعية الأولى والوضعية الثانية إذن مثلا إذا كان يونس يتكلم أو أحمد أو ياسين هنا ماذا سيقول هنا طبعا هنا الأولاد يذهبون إلى المسجد نعم يكتب فقرة هكذا يأخذ فكرة ويحاول أن يعب يقوم بكتابة أولا الأعمال التي قام بها ثم يرتب هذه الأفكار مثلا هنا لدينا في صباح يوم العيد نهضت باكرا فاستحميت ولبست ملابس الجديدة هنا مثلا أيضا ياسمين أو مرام أيضا تقوم بهذه الأعمال ثم وخرجت مع أبي قاصدا المسجد لأداء الصلاة هنا للأولاد فقط يذهبون إلى المسجد هنا التلميذ يكمل لدينا الوضعية الثالثة الثانية عفوا مثلا إذا كانت مرام تتكلم أو خديجة أو نرهان أو ريحانة هنا ماذا ستقول في صباح يوم العيد نهضت باكرا فاستحميت ولبست ملابسي الجديدة ثم هنأت أمي وأبي بالعيد هنا تذكر ماذا قالت لهم مثلا وخرجت مع أختي لزيارة أقاربنا هنا لدينا جملة أو هنا لدينا فقرة إذن هذا فيما يخص اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية طبعا فيما يخص الوضعيات أضع لكم في صندوق الوصف الرابط الخاص بالوضعيات الإدماجية المقترحة في اختبار الفصل الأول وأيضا في التعليق المثبت إذن إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته